موسيقى الاعتداء الجنسي على الأطفال هي جريمة يتعمد فيها الجن الاقتراب من الطفل لتحقيق رغباته الجنسية أو ما يسمى بالبيدوفيليا هي جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ويتسطر عنها المجتمع بداع الخوف والعار ووفقا للأخصائيين فهذه الجريمة زادت معدلاتها ابتداء من سنتي 2011 و2012 وهذا ما أكدته إحصائيات الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل نذا إذ أحصت ما يزد عن 9000 حالة اعتداء على الأطفال سنويا في الجزائر وجود أرقام مهولة مثل هذه يدعونا لمعرفة الاعتداء الجنسي في القانون الجزائري وما هي نوعية العقوبات المسلطة عليه تجيبنا على ذلك فريال خليل مستشارة قانونية في شبكة وسيلة للدفاع عن حقوق المرأة والطفل أولا نعرفه وشنه هو تعريف الطفل في القانون الجزائري لازم نعرفه باللي قبل من قانون 15-12 تحيماية الطفل كان المشارع الجزائري يسمي الطفل القاصر الحدث في 2015 كانت تغيير أنه حدد حدثت مدة 2 من قانون حماية الطفل الطفل بكل شخص مكتملش 18 سنة كل شخص مكتملش 18 سنة يخضع القانون حماية الطفل ينسيق كل قانون الجزائري ومشارع الجزائري يعني قرر عقوبات لكل أنوال الاعتداءات الجنسية وكنا نهضروا إلى اعتداءات الجنسية ضد الأطفال تدخل فيها من أبسط الاعتداءات إلى أخطرها يعني نبدأوا من ملامسات كل حاجة يديرها إن بيخصن أدلت على أطفال يعني طفل تلحق لرغبة يعني تحقق الرغبة الجنسية تحتها سواء صديقة بالعنف ولا بالعنف هدو قي عقب عليهم القانون وحدد لهم القانون الجزائري عقوبة فالannon الجزائري صديقة قانون العقوبات الجزائري هدر على الأفعال المخلة بالحياة ولا الأفعال التي تعلقة بالأعمال الجنسية التي تمارسها للأطفال بعنف أو بغير عنف فانصيبوه هادر على الفعل المخلع بالحياة في نص المادات 334 من قانون العقوبات اللي تنص على عقوبة تروح من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا ارتكب هذا الفعل المخلع بالحياة على قاسر بل حق 16 سنة سواء كان ولد ولا طفلة ذكر ولا أنثى وهذه في حالة ما مورسة هذا العمل بيغير عنف حتى في الشروع إذا شرع الإنسان في ذلك صديقه يبدأ يشرع في الجريمة عن طريق حاجة التي تجعل القاضي يخمم بالفعل المخلع بالحياة وبالنسبة للأوصول كي يكون الإنسان من العائلة كي نقوله أوصول سوف يغلق أب ولا الجد يرتكب نفس الفعل المخلع بالحياة على قاسر تحت 16 سنة هنا العقوبة هي سجن مؤقت من خمسة إلى عشر سنوات أهضرتني المشاريع على تحرش جنسي اللي يكون على قاسر تحت 16 سنة هذه أهضر عليها في المادة اللي تهضر على تحرش الجنسي بصفة عامة في المادة اللي هي 341 مكرر اللي قال بأنه كي تكون ضحية تحرش الجنسي قاسر ما كتملتش 16 سنة هنا يعني هنا أعطى عقوبة من سنة إلى سنتين إذا كان المتحرش بيها جنسيا من المحارم يعني من العائلة المقربة وهنايا خاصة إذا كانت الضحية عندها إعاقة ولا عندها مرض ولا رهيب الحمل ولا في هذه الحالة بالنسبة للكاين حاجة وحدة وخالي هدر عليها لقانون العقوبة ودان لها عقوبة صارمة وهي الإغتصاب وهي من أخطر الجرائم اللي تكون هذه في المادة 336 من قانون العقوبات اللي اعتبرها جناية سماها جناية هتك العرض وحدد لها عقوبة الحبس من خمسة إلى عشر سنوات إذا كان على صديقة على إمرأة وفي حالة ما كان على قاسرة من تحت 16 سنة تقدر تروح من عشر سنوات إلى عشرين سنة حبس المشكل اللي يكون اللي راهوه هنا يا أنه الإغتصاب مقرر يعني كما نقول من راجل ضد إمرأة إحنا يجونا حالات وين يكونوا ولاد مختصبين يعني الإغتصاب يقدر يكون على قاسر تحت 16 سنة لهو ولد دونك المشكلة الفراغ القانوني اللي نشوفوه إحنا يا أنه هنا المشرع ما عالتش هذه الحالة من خلال الحالات التي نسمع عنها يوميا من خلال الحالات التي نسمع عنها يوميا وحسب تقارير الجهات الأمنية المختصة ترتبط جرائم الاعتداءات الجنسية غالبا بجريمة أخرى وهي الإختطاء تقول السيدة شيخة ماليكة محامية الدفاع في شبهة ندا كما رأوا معمول بيدوكا ويصر الأطفال اللي يتم اختطافهم حتى تأثير يعطيهم مخدرات بالأسلحة لاعتداء الجماعي أو صاري نفس الشيء راح للعقوبة ما فيهاش خمس سنوات حتى تكون عشر سنوات فما فوق وإنما ما تلحقش للمؤبد هنا كي تكون حالات الاعتداء والاختصاب ضد القصر كما قلنا سن 16 إلى 18 سنة أو من 16 سنة وفما تحت إلى سن حتى يقدر يكون على سن السنتين لما يجونا للشبكة حالة اختصاب تعاملها مع عامين تلسانوات تم اختصابهم وللأسف يتم قتلهم وحقهم هنا التشديد راح تشدد كي يكون الاختطاف يعني هنا هي اعتداء وبعنف اختطاف واعتداء وفي بعض الأحيان يلحق إلى التشويه والتنكيل كما حادث الشيء ما اللي تم العقوبة تشدد وتقدر تلحق إلى الاعدام ولو أنه ما هوش مطبق الاعدام عندنا وإنما تلحق للمؤبد بالإضافة إلى قانون العقوبات الجزائري يطرح قانون حماية الطفل بعد آليات حمايته من هذا الاعتداء بالنسبة لقانون حماية الطفل قانون حماية الطفل هدر على الحماية حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية در آليات قانون اللي هو قانون 15-12 المؤرخ في 15 جوليا 2015 قرر آليات يحمي بها هاد الأطفال من الأطفال ضحايا اعتداءات الجنسية لماذا؟ بسكو الطفل اللي كيكون ضحية اعتداءات جنسي راح يكون سوزاندخوماتيزم انكوايابل يعني هاد الطفل ما يقدرش يعبر إذا الحق عبر على وشعاش ستدق كما لازم اشتانين عاودون عرضوه لنفس المام تخوماتيزم دو فوع بالنسبة للآليات القضائية نقدر نطيع على سبيل الميتر نقدر نقول لتسجيل السمع البصري للأطفال لما يهضروا أمام قادة الحقيق أو أمام شرطة القضائية على الاعتداءات الجنسية التي صرت لهم هنا كان فيها آلية حماية الطفل أو حماية الحياة الخاصة مثلا هذه آلية قضائية لحماية الطفل من إعادة تكرار نفس الحكاية ومن نفسه معه بلزير خفوة ستدق كما يحضروا لتخوماتيزم على بلزير خفوة من بين حماية كاين هو أنه سماع الطفل يكون بحضور مختص نفسي هذه من الآليات المقررة في القانون 15-12 دوركا نقول بأنه التشريع أو المشرع عالج هذه الحالات دار لهم العقوبات يبقى الآن من ناحية التطبيق إن أهم ما يجب معرفته في حالة تعرض الطفل لهذه الجريمة هو الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ عنها بالنسبة للتوجيهات نحن نتلقى نحن نتلقى نحن نبلغو كجمعية لأن هذا الدور لنا ونوجه الأم والأب والخالة التي يجبه لنا نوجهها لمركز شرطة ونحن نتلقى ونحن نتلقى لتجبه لأنه يجب على المحتاط يعتبر كل مواطنين بالنسبة لهم واجب يشوفون إذا كان مخصوصاً ينحق معلومة قضائياً ويقومون بإعادة محامات فهي يؤدي من الأطفال الإجراءات على المستوى شبكة نادا حالة هذه الممال ومعظمهم قامل لأنهم لا يشاركوا لنا أولاً الإجراءات اللي يتاخدوها كي يكونوا بصادة اعتداء على الطفل الأولياء التاعوه ولا الكفيل ولا الواصيل ولا الممثل الشرعي التاعوه يقدم شكوه أمام الأمن ومن بعد يتقدمه للطبيب الشرعي الذي يتبت الاعتداء عليه بشهادة طبية يعني تمثل الاعتداء ومن بعد يجوز تقديمة عند وكيل جمهورية المعتدى عليه ومن بعد العدلة هي اللي يتأخذ مجرعة وإنما لحالك يجونا بعد ما يقوموا بهذه الإجراءات يجووا يطلبوا منا أن ندخلوا كهية أحامية بس يكونوا خلاص تجاوزوا هذه المراحل تعاق قضي الأحداث سمعت قضي الأحداث عن جمهورية وقضي التحقيق حنا العمل التاعنا يكون على مستوى المرافقة والمرافقة النفسية عندنا ثاني كي يجونا عطفال اثر هذه الاعتداءات اللي يسروا لهم مكامل يجو عندنا أخيصائية نفسانية يتابعوهم نفسيا حتى يتجاوزوا هذه الحالة بس كما يخفى لكش بل يقع دعافة رموه الاعتداء الطفل باش ينساها لازم له يخلف الاعتداء الجنسي بكل أشكاله أضرارا نفسية وسلوكية جسيمة على الطفل على المدى البعيد مريم علالي أخيصائية نفسانية في شبكة وسيلة وبالطبط في مركز الإصغاء لشبكة وسيلة الأعراض الجنسية الأعراض التي نقدره من خلالها نعرف هذا الطفل وإذا صح رأيه تعرض للاعتداء أو لديه مشكلة في الأعراض هذه ما نقدره نقوله أول حاجة التي تقدر الأم تنتبه عليها هي أن هذا الطفل ترى سلوكتها وتغيير سلوكتها مثلا إذا كان هذا الولد هذا الولد اجتماعي نوعا ما أولد منعزل سمعنا نقدره نقوله بأن هذا الطفل ليس شيئا به مثلا تصرفات أو سلوكات كيف يديرهم وماذا يديرهم أبسط المثال نقدره نقوله يولي مصبعه هذا هو العودة ترجع للأراض يعني في المرحلة لا توجد هذا الأمر ماذا يديرها ثاني من بين الأعراض كوابيس ما هو شيئا قد لها مليح مثلا تاني في الأكل تاوي افترابات في الأكل ما هو شيئا كل هذا هو كامل نقدره يعطينا كل ميساج بالطفل به حاجة يعني ليس بالضبط نقدره نقوله اعتداء جنسي ولا تحرش جنسي ولكن كينا حاجة لازم نشوفه وشبه هذا الولد من بين تاني توبابه لا إرادية توبابه لا إرادية يقدر يكون إذا كان هذا الولد لا يعاني من هذه المشكلة أو لا يعاني منها نقوله بلطفل هذا بحاجة سلوكات عدوانية سلوكات عدوانية يقوله الطفل عدواني مع أخوته عدواني في الدار ما يقوله شيئا يسمع الهدرة للأم تاعه والوالدة دياله من في القسم؟ ينقوا بالتراجف تحصيل الدراسة دياله من هذا كامل نقدره نعتبرهم في الأعراض التي تقدر الأم تلاحظها صلح صارة أخصائية نفسانية في شبكة نادا سجلنا في سنة 2017-2020 كانت لدينا 190 حالة اعتداء جنسي نحن نتكفل بهم من ناحية نفسانية نقدم لهم الدعم النفسي ستكون متابعة نفسية في شبكتنا نقدم لهم الدعم بصح اذا كانت الحالة تاعه للمعقدة وتحتاج معالجة نفسية سنجد له حالة عند أخصائي نفساني لكي يتابع حالته له كان طفل طفل الذي تعرض الاعتداء جنسي ولا تتابعه من ناحية نفسية ولا تتكفل به نفسانيا هنا طفل في المستقبل ستكون عنده أثار وآثار نفسية سيقوله يقدر يكون هو المعتدي يعتدي على أطفال وحدة أخرين ورايح ينحرج الجنسيا بالرغم من وجود قوانين لمعاقبة المختصبين والمتحرشين إلا أنه يوجد إشكال رئيسي متعلق بحماية الطفل أثناء عملية التحقيق شوفوا نعطيكم مثال بجوز باش نبين لك الصعوبات انتع تطبيق طع ناحية تطبيقية القانون موجود بس حكي فاش نطبقوه جتنا يعني أم تاع بنت هي مطلقة ومطلقة والبنت هذه كان يستفاد أب الطفلة كان يشوفها في إطار حق الزيارة كانت تلت سنين في عمرها كانت تأتي من عند الأب تأتي من تعيسة تخيصة تأتي من تغييرها تغييرها التي تتعلم تأتي من المشاكل لا تتعلم لا تتعلم لا تتعلم كانت تتعلم تأتي من المشاكل تتعلم 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 نحن تتعلم في الدنيا لما يتعلم أنه سيكون تهديد تخويف وإن نفس لذلك الطفل سيكون متأثر يرافق هذا الاعتداء الجنسي لذلك الطفلة تقول لا يجب أن نذهب معه يوجعني و يتوسع بدأت العائلة السنكيات بدأت تهضر في الطفلة فاقه بالطفل هذا الرجل كان يتعدى جنسيا على بنته كان يوجد بيو سكسول على ساتس بوتيت بدأت الحرب لماذا؟ بدأت الام بلغة ستقبلها قال لك انه هناك غير بين الزوجة و الزوجة والماما تستعمل البنت لكي تنحيله حق الزيارة في أي موقع قلت لي نحن لم يكن لدينا يجب أن نضع مقارنة البراءة وهي مبدأ أساسي هذا الشخص لا نستطيع أن نتهم لذلك بين الوقت عندما يقبل كائن و عندما يبدأ تحقيق كيف سيحمي هذه الطفلة؟ لم يكن سيحميها لأن الماما تتابع بتهمة عدم تسليم الطفل التي يجبها في القانون الجزائري لذلك تستمرها في الشرع لا تعطيه طفلة لا تستطيع ستزيد لكي يدير فيها ويحب وهذا الشيء سيؤثر على الطفلة ومام طفلة عندما تتحدث لأم تصني الحماية على الأم لذلك يجب أن تتبع على المدى ومام لذلك لذلك لا تستطيع أن نتحدث على كل شيء في كل حال لذلك يجب أن تفتح تحقيق على ذلك يجب أن يجب أن من المنظمة لأنه يجب أن يكون تصنيع طفل لذلك يجب أن نتحدث لذلك يجب أن تقضي ويجب أن يجب أن يكون تشاورات مع المجتمع المدني لكي نصيبوا آليات حماية في هذه المرحلة إذاً نشك في الأب ونشك في الأم نقدر في إطار هذا الوز نقدر آلية نحميه نحيه من الأب ونحيه من الأم نحطوه عند الجدة لأم ونحطوه عند الجدة لأب لطن نفصل في القضية لا نخليش طفل بين الأب والأم إذا كانت الأم تكذب وتقول باللي بابها ويتعدى عليها ومشي صح هذه الأم علي دانجوروز لذلك يجب أن نحيلها يا طفلة إذا كان الأب صح يتعدى عليها ثاني الوپاري دانجورو لكي نستطيع أن نحترم قارنة البراءة من جهة وحق الطفل وحماية الطفل من جهة يجب أن نجدوا آليات آليات حماية نحن في شبكة وسيلة في الزيشانج مع الجمعية وحدة أخرى هذا هو الموضوع الذي قدرنا عليه نقول باللي في هذه المرحلة لا يجب أن يحمي الطفل لا يجب أن يحمي الطفل لأماما التي يجب أن تتبع لأنه يتبع لذلك يجب أن نصيبه في هذه الفراغات من ناحية تطبيقية يجب أن نصيبه آليات الحماية يعاني الأخصائيون مشكلة أخرى أثناء مرافعتهم ودفاعهم عن الأطفال الضحايا تتمثل في عدم وجود دليل مادي يثبت الاعتداء إذا كانت تطبيقية إلى الشرطة وتطبيقية لا يجب أن يكون هناك شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء لا يوجد شيء لذلك يمكن أن يتبع طفل باللي صح تعرض هو إيضا غبخو جوير وش دارولو والله هو يعبر على وش سرالو لمعالجة شاملة لموضوعنا هذا كان لابد لنا من شاهد عيان هي أم تروي لنا معاناتها ومجهوداتها لاسترجاع حق ابنتها أنا يمتلقى وعندي فرد تفلاخي عمرها عامين والأب عنده حق الزيارة كل جماعة من عشر رفع لذلك جدتها 3 مراتين المرأة الأولى التي روحت لقد جدتني أني تتشك لم أفهمتش لأنني لم أردت بابها من عام لم أردتها لذلك جدتني أني تتشك لقد أحبت لا تهدر لا تأكل لم أرفض طفل لا تهدر وتحكي ومثل كانوا الكوزين تحتمى هذا النهار لم ألعبت معهم لم ألعبت أغرب في الشوكات تخبر معي فأنتي أحد من عشر مباشلي لماذا بابا هو السبو؟ أعطيت لها الجوية وخليها تلعب عندما تلعب الجوية تقول آآ بابا ربطت الرجلية آآ البتتة فاس آآ الغاز أحواج مع أطفال تعامل لم يتعطي هذه الأمور مثل ما؟ أعطيتها ببسيكولوج ببسيكولوجة شافت هدوفها وقالت لها لم أحبت أن نذهب ونقعد واحدة مع بابا وقالت لها بالفلماني وعراني بدأت بإحضارها وربما لا تتخبط لها مسكنة وما تقلّى أشياء والمسكنة جاءت الياها ولم تحتاج إلى البوليس قلت عن المدنين سأبت بابا بابا قعدت القوى إذا قلت نجاح ومعنا بمسكنة أحبت البولة ومعنا بابا ما أدفت لقد قلت تحرقني البولة لقد قلت نخسلها و لم يكن نحيلها على الكوش الثالثة الربية التي خلقها المسكينة تبكي تعيت جمال 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 بعدها بدأت تقول لي بابا دالكتا بابا دالكتا و حكمني و قلتها السكتي و نحيلها على الكوش و تفاطو و حشك حكمها ملور تم عملت نجريها و وش ندير عزيتها و رحت البيدياتر البيدياتر يجب أن تبطيها متانية و رحتنا لالاوليس بعد ركزنا لابطنا على الوبيتال لنشوفوا متانية جيت و نبدأ بلحكية اربحة و تتخلطوا بشيء لهم يشوفوها حتى نرقدت مسكينة وتما متانية جيتا كنت اصداده و مالاستدعاء قادة التحكيل و نواجهوهم و نواجهو طفل الصغيرة مع باباها لكي تحكي لهم مشترة و مسكينة حكيت جاء و ما حدوا لها ثم قلت سقسيها عبد سقسيها انت إذا قلت لها هذا الشي وقلت لها عود زد سقسيها ثم قلت لها انا قلت لك هذا من الخوف كان ترى لم تتلقى او لا وقلت تحقيق أنها سيبسي بابك من الخوف سيقق بابها وقال ليها لكي تكذبني لكي يتحكمني سينمت على بابه وقال مدلها وثمان خرجنا وثمان الطفلة يمخلخلاء ورجعت له بعدها قال لي لم تتسلم عليه ولم تتلقى تتزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يختار بناء على ذلك بعض الأولياء التبليغ لاسترجاع حق أبنائهم أما البعض الآخر فيختار السكوت خوفا من وصمة عار المجتمع المجتمع تحن محافظة سرتوف يشاهدون في السوجة تابعة الاعتداء الجنسي كانت الكثير من أولياء وقابة طفلهم يتعرض للاعتداء الجنسي يسكتون ويسكتون ويسكتون ويشاهدون حجائب حشمة ويسكتون ويغرقون الموضوع وقابة طفلهم لا يحبس شناية يتعرضون الاعتداء الجنسي سوف نفضلهم يجب أن نتوعية الاولياء والآباء يجب أن نتضمن معهم في السوجة إلى الاعتداء جنسي لذا يقوموا في التوحية والدعم للأبناء يجب أن يكونوا في التكفل في الأسرة يجب أن يشكوا في الدعم والمناسبة في السوجة هناك عبارة يقول لك بأن الإختصاب هو الجريمة الوحيدة التي يشعر فيها الضحية أنه هو المجرم دائماً انتلاقاً من وصمة العاب لأنه يجب أن يأسع نبدأ نحضر على المجتمع الواقع الجزائري كيف يرى هذه الجريمة كما نعرف بالإهتداء الجنسي يعتبر من المواضيع الطابوهات الموجودة في الجزائر التي لا يمكنهم أن يحضرون فيه لا يمكنهم أن ينقشون فيه نقطة الأولى هي نقص التوعية لا يوجد أن يكون هناك توعية في هذا الجانب يعني الأم التي ستهضر في طفلها وتقول لها تقول لها ولا ستسيد تهضر برك في هذه النقطة يقول لها لا 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 كيف ينقص التوعية يعني نقدر أن نقص للجانب الثقافي والتوعوي ناقص بزاف بالنسبة لبعض الأولياء نقطة الثانية كما قلنا مقبل بأن يصبح في الأقرب الأقرب يعني إلى هنا يبدأ الوالدين أو الأم تبدأ تخمم سخطوه إذا كانت طفلة تخمم على المستقبل تاحها ستقول لها واسمت عال ستقول لها يقولوا بأن يلعب فيها لا 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 نقطة الثالثة أنه لا يستطيع أن يواجه لا يستطيع أن يواجه لا يستطيع أن يواجه لا تربينا على هذه الموادات نحن دائما يقولون بأن الاعتداء الجنسي كثير من الأخير لا 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 تصريح هذا الشيء يonteق حمال طفلة المجتمع الجزائري يجب أن نكون قامعنيين في حماية الطفل الطفل من فئة الهشا الطفل الضعيف يمكننا أيضا أحدهم بروحه صديقك كمواطن كأم كجار كصديقك لازم كنعرف بلي كاين عنف ضد طفل وخاصة العنف الجنسي اللي هو من أخطر عنوال العنف لازم نبلغ لازم تقافة التبليغ تكون صديقك مرسخة في أذهان كل جزائريين بين القانون والتبليغ والسكوت تبقى هذه الجريمة تتأرجح إلى غاية الوصول للوعي المجتمع الكافي بها وبناء آلية قانونية فعالة تحمي الطفولة الجزائرية من وحش الاعتداء الجنسي